هلووو ماكن ليين من پونقالالين اليوم هنحكي عن موضوع الهابنس سعادة اذا حبينا تعرفوا اكتر عن الموضوع وعن النصايح يلي بتقدر تخليكم تمبسطوا بحياتكم اكتر حضاروا الفيديو للاخر فولو ومتنسوا تعاملوا سبسكرايب للشانيل كرميل تعرفوا فيديوز اكتر واكتر قبل ما نبلش نحكي عن النصايح يلي بتقدر تساعدنا نكون مبسطين في حياتنا لازم نضبط مفهومنا للسعادة كتير في عالم بتفكر انه مفهوم السعادة متعلق بنتيجة او بحالة معينة متعلق بشكل متعلق بشو منشتغل بشو منعمل هيدا المفهوم كتير غلط مجرد ما انه تفكروا فيه بطريقة تانية بتتأكدوا انه انتوا اللي بتقرروا كيف تكونوا مبسوطين وانتا بتكونوا مبسوطين لو شو ما كانت حالتكن هلأ شو هنه النصايح يلا نحنا فينا نستعملها تنغير سلوخنا تجاه الحياة وكمانا تجاه حالنا تنقدر نكون مبسوطين بحال اول نقطة كتير مهمة هي انه الاهداف اللي انت عم بتحطها لحالك خليها تكون منطقية لما تحط هدف بدك تصله وتقول لحالك انه انا بس مصله لحكون كتير مبسوط وححقق كل شي انا بتمنى طب ما شوف قبل الهدف اللي انت حطه منطقي تقدر تصله لانه لما ما حتقدر تصله لحتشوف حالك انت الغلطان ما حتشوف انه الهدف اللي انحط هو مش منطقي وطبيعي انه الواحد ما ينصله وبتفوت بدوامة الفشل والزعل وقلة الثقة بالنفس تاني نقطة فكر انت شو بدك لانه كتير امراض تسمع هيدا شو عم بيقول وهيدا شو عم يعطي ايدياز وهيدا شو عم ينصحك وليك هيدا شو عم يعمل فكر انت شو بدك لوين انت بدك توصل لانه يمكن المحل يلي انت قراد فيه وموجود فيه مرتاح ومبسوط فيه منك بحاجة انك تغيره لازم تلاقي النقطة يلي انت بترايحك والحياة يلي انت بتنبسط فيه مش حدا تاني تالت نقطة تذكر انه السعادة هي قرار كل شخص هو بيقرر بحياته يكون سعيد هيدا القرار لما تضلك مذكره لحاله بيسيطر على كل الافكار السلبية يلي يمكن تجي من حيالة موضوع بيعطيك توتر بيعطيك شكوك بيعطيك افكار سلبية مجرد ما تضلك مذكر انه انا مقرر كون سعيد بحياتي بتسيطر على كل الافكار السلبية اللي عم بتصير معك بيحيالة كانت ورابع نقطة خفف من حاجتك للتحكم للكنترول لما انت بتشيل الحاجة يلي انت بدك تسيطر على كل شي حواليك وبدك تعمل هيك وبدك تسوي هيك وبدك تخلص هيدا مية بالمية هيدا لحاله انت بتكون عم بتطلع سترس بحياتك بتخليك ما تكون سعيد وما بتكون قادر تسيطر على ولا اي شي حواليك صدقني بس تعمل شغلك مزبوط وتكون مرتاح نفسيا وعم تشتغل مزبوط تتفاجأ بالنتائج اللي حتكون تخليك مبسوط ومرتاح بحياتك وحاد تقدر تبتسم للحياة اكتر واكتر اليوم حكينا عن كيف نحنا بنقدر نكون مبسوطين بحياتنا وكيف بنقدر نغير سلوكنا تجاه حالنا وتجاه الحياة تنقدر نكون عايشين حياة مريحة ومبسوطين فيها اكتر هيدا الموضوع اذا شايفين حدا حاول يكون ممكن مارق بفترة صعبة منو مبسوط ووزعلين شاركو هيدا الفيديو وعملوا فولو لطوان قلانين لانه كثير بحكي عن موادية عقريبة لهيدا الموضوع وما تنسوا انه السعادة شي كثير بسيط وما بيكلفك الا شوية ابتسامة وثقة بالنفس وضحكة شكرا شكرا